واجه الأهلي المصري في من يمتالي الحمادي العقربي رادس سندرلا يلا البرح قد مدرب التراجي الرياضي التونسي نبيل معلول ندوى صحفية تسبق مباراة الفريق التراجي الرياضي قدام النادي الأهلي المصري قول معلول نعرف كل شيء على الأهلي حتى التشكيلة والتغييرات وما فماش مفاجأة في هذه المباريات وقال زيدان الأهلي يعرف كل شيء علينا وهذا عامل أخذناه بعين الاعتبار ومن بين التصريحات اللي صرح بيهم نبيل معلول يقول المباريات اللي انهزمنا فيهم الكل كنا خير من المنافسة رياضيين أنا باشو بلاندر خطوشفتو اللي دو ديرني ماتش اللي احنا معناها انهزمنا فيهم كنا أفضل من المنافسين داعنا برشا 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 لما تشوف معناها نصف ساعة اربع ساعة الاخرانية ورليفان ديرني الملوت على البرمير ميتان ودوزي ميتان الكل هدرنا ثلاثة اربع اهداف كانت سهلة معناها النادي الافريقي كان يحبي يوفى المباراة بالتعاد مظاهرة حتى من خلال التعامل اللاعبين مع المباراة ميل كورا كي ما تحبش أنا فرحان برشا متغشش برشا عن نتيجة حاطر معناها ان ديربي ومنحبوس نخسروا ديربي لكن فريستاسيون اللي عملوها اللاعبين سيخطو قصة مثل في الشعورت الثاني والكورا اللي تلعبت في الشعورت الثاني اذا كان نعاوض ونلعبوا بنفس المستوى هذاك غدوة نتيجتنا تكون بايجابية خاطر الكورا مدى جميل تعطيك بظهر قديمة نحن بدنيا انه حتى من خلال المباراة الاخيرة سوى النادي سفاقسي ولا نادي الافريقي كملنا المباراة خير من النادي الافريقي بتاعنا ما رجل اللي هم معناها باو كان مرتاحين علينا السلطون النادي الافريقي في الماراتون تعالى المباراة تلعبناهم احنا كما قال كوتش نابيل معلول انه المباراة هذي مباراة الموسم تخلينا نلعبوا اكثر مرتحين المباراة الكل اللي لعبهم سارتي رادي التونسي مع الاهلي عنها ما كانتش مباراة الذهاب هي الفاصلة بالعجل حتى لقعة تقعد لخر تلك مباراة غدوة مهمة نتيجة غدوة مهمة بدون ادنى شك لكن مباراة العودة ايضا عندها قيمة كبيرة الديسكور اللي قاعدين نقلوا فيه من خلال اجتماعاتنا مع اللاعبين في الاربع ايام هذوم الاخيرة بعد ملعبنا مباراة الافريقي هذه مباراة الموسم هذه معناها في حالة الفوز والترشح ان شاء الله تخليك تلعب للشامبيونس ليج مهما يكون المنافس في نالتاعة الشامبيونس ليج بمعنويات مرتفعة جدا تخليك تلعب تحت حضر نيائي كاس تونس مرتفعات بمعنويات مرتفعة لانا نيائي كاس تونس يجي عشر ايام مباشرة بعد نصف نيائي للقياب ضد الاهلي المصري اصعب مباراة واكبر مباراة واهم مباراة في الموسم هي مباراة الاهلي احنا مناش سوربريز للاهلي والاهلي مايش سوربريز لانا حتى التغييرات المدرب نعرفه فانا وقت يبدأ خاصر ايش يعمل يبدأ ربح ايش يعمل شنال اكيب تتولير اللي بتلعب غدوة انجور بري شكون بيش يكونوا موجودين الكاتر واتروها بتاعوا هي بيدة بيش تكون موجودة غدوة وقت يتقدم المباراة شكون يخرج من وسط اذا كان حاجته بلاعب وسط ميدان هجومي هذا كلام نبيل معلول اثناش الساعة بالذبط قبل انتليق المقابلة ناسر كلامه صحيح يقولك نعرفه الاهلي الاهلي تعرفنا نعرف شكون يهبط شكون يدخل الشانجمان جنرال مون مقابلتهم ما فيهمش مفاجئت على مستوى الاختيارات التكتيكية على مستوى التغييرات وسط المقابلة ديدي تايك العادة عبارة عادة في المقابلات الكل مستنفذية وروح ناجم تهبط ترجي في فورما اليوم قولوا احنا الاكراز الاهلي ويلا قدر الله ناجم يسير العكس ان شاء الله ليه ان شاء الله ترجي اليوم يكون في فورما كبيرة توانسل كله ورا مقابلك فش تتلعب اليوم ناسر جاي منزوزها زي معنوية منصوصها شوية جمهورك مش معاك مش بشي دز فش تلعب اليوم ودودر في السير شتحكي كان جيتون ترنر ولا ديري جونس رفيق انا بش نبدأ من الكلام الاخراني اللي انتي قلتو مهم برش انك بعد ساعات تبدأ تتعدى من مرحلة صعيبة تجم تبنيها تردها ايجابية للملاعبية تعطيهم موتيفاسيون تقولوا ما احنا توا عمان نزوزها زي معناش بيبليك الناس تستانى فينا لابدها مردت فعلي كبيرة وهذه اراي حاجة معمول بيها ومفهومة شو معنتها ملاعبي مع تعامل لسوزها زي ومفهمش بيبليك ومفهمش واحد وفهمها ردت فعلي زي ما تكون نعملوا برش على ردت الفعلي للمتاع الملاعبية حضورهم الذهني كيفاش اليوم بش يكونوا حاضرين مباراة هذو مع رفيق رامي تلعبوا على جزئية صغيرة تعرفها كرة قولك ميترو يربح وميترو يخسر دي دي تاي صغار دي تيرمينية على الكرة الولانية لجويل حاضر مشاكل راني بش نتعدى وبش نربح ماتشوية هذية يظهر مدقيقة لولا متاكل لولاني مدجويل لولاني تفهم اللي انت حاضر في الماتش نقولوا احنا بلغة الكرة في كل جويل تلك عملية من المسري تفهم انو لعبا متياك نهارية يروح قللي راو هذية نهاري وماتشوية وراو ما عندك ما تعمل معايا هنا راو مستعد بش نربح زيتش ميش تقول للملاعبية اليوم نزلهم الحاج رفيق يعمل خطاب يبكي يقولون هاو رجل كبير هاو شوفوا كيفين نعطيهم معنويات كبيرة شوفوا الجمهور والحاج بتاعت الحال مش يبدأ البكائيات بتاعه عالمية وموا يحسوا باللعبات خطاب تهريج هذا كان جيت مسؤول تهريج هذا لو جيت مسؤول شو تقول وانا والله اقوى استراتيجي نحط لهم اشيقالوا علينا للمسار والله اقوى استراتيجي وما دخلوا مغزة اللا يكون في عون الملاعبية الله يكون في عون الملاعبية في مقابلة من نوع ذي وتلقى روحك بالجمهور كمجمهورك يستنى في القاوى في الشارع ناس كل تستنى اليوم في الماتش هذي المقارنة لا تصح يا راف لكن نحب نجاوب زياد عما حدث للترجي في يوم الماء نلعب بجينيور احنا مكلين تلاثة بشي تلاثة بشي مكلين يدخل عما وحسن تسكو الله يرحمه ينعمه تخلي الفيستير اي بكينا يا سيزيات بكي وخرج اعطينا للسيو تي ستة اربح ستة اربح فوتبول جينيور والسيو تي كانت بموحة اي 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 بسنوري البكي عندها خيمتها تدخل الفيستير لبي المعلوم قالك انا راضي على المردود خارق للعاد لكن اللي به الفايدة راضي على المردود يدخل للولاد يقول لهم لكن الكورة رايسة على ساعة ترخ بيك اليوم نحب وهيش ترخ بينا انتي راضي على المردود والجوارات يزمك تحسسهم اللي انتي راضي على المردود وهوما قادرين بش يعملوا هك لكن ردوا بينا من الغدرة راي مصر تقدر حتى في اللحظة الخرنية كنت رئيس قرنبيلا تدخل لكية تعملهم في البسير بتاعتي خطاب بتاعتي كلمة مودودر ساعتي متشويت مهمة في قبل الماتش في لوتي ليوم اليوم انتي رئيس التارجي اشتهبتو تقول رئيس مصر يسترد يعني شو هي المصيبة ليه ليه فبما عنا رئيس مركب تارجي رئيس تارجي اذا كهو اذا كهو اي انتي فايلة قدر الله اخويا عنا رئيس مركعة شو يدخل الساد لزبون موت والله اينا عندي نحط لهم فيلم فيلم بتاع على خاطر اليوم ينزموا حاربين يا عبتو ويزم يحسوا بالبريسيون اللي صحيح الجمهور ما فاماش جمهور ولكن البريسيون تحسر عند اللاعب وقت يعرف انه يتونس كاملة تستنى فيك وتتفرش فيك في التلفزة رأوا البريسيون تتعدى رفيق دوك اليوم ما عنا حتى خيار اما بربي سؤال نحب بنسلولك رفيق اخي شمال شامبيونة وقفة وشمال ما يلعبوش كريت البريح قالوا شجول اخرين ما يلعبوش خاتمان فيلش والله يوديع يوديع باركوندر شقولك تبلل الماتش ويشوف الممثل رسل كرو يموت وخبينا الفيلم ويوف النهاية الحزينة حق ويجيبلهم البوب كورر وشيس خاتمان برش كي اول نهاية الحزينة برش البطل يموت يموت بشرف ويربح ويربح مات مات وقتها مات بشرف مات بشرف وقتل السيزاري يودي يموت شقعد في الذاكرة بتاعي الحمد لله نعود بعد الاخبار نرجو لكم بعد لحظات رفماق للتسعة ونص الأخبار ثم نواصل تسمعوا رفماق؟